لا اشعر حتى الان بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق في ازمة اقتصادية لم تمر البلاد بمثلها حتى في وقت الحصار الاقتصادي في التسعينيات حكومة الكاظمي التي استلمت خزينة البلاد خاوية ممن سبقتها كما صرحت تصارع اليوم لاجاد حل ما يخرجها من عصفة انهيار اسعار النفط التي فتحت باب التساؤلات واسعا عن مستقبل بلد اضحت صناعته وزراعته في مهب الريح بينما تنتظر جيوش من الموظفين والمتقاعدين املا ما بصرف رواتبها لم نقصد طرف معين باستثناء الفاسدين وهذه الحكومة حكومة لبناء التوافق الاجتماعي ولهذا اناشد كل الفعاليات الاجتماعية من كافة القطاعات ان يكون لها الدور ببناء المرحلة القادمة لكن هذه المناشدات لن تجد اذانا مصغية مع دمار قطاعين مهمين في العراق الصناعة والزراعة لذلك اختار الكاظمي اقصر الطرق للاقتراض الداخلي والخارجي لسد عز في الرواتب سيرهن بحسب نواب في البرلمان مستقبل الاجيال القادمة ويقيدها بقيود لا خلاص منها هذه القيود اخف الشرور لدى الحكومة الحالية من انقلاب الاحزاب عليها بعد رفض الاخيرة حديث الكاظمي عن حملة لمكافحة الفساد وقطع رواتب جماعة رفحاء في وقت يبدو مجرد التلميح لاستعادة الاموال المنهوبة انتحارا سياسيا للكاظمي وخيارا غير وارد حتى لو كان لانقاذ النظام السياسي من الانهيار ويرى خبراء اقتصاديون ان جزءا من المشكلة التي يواجهها العراق هو فقدان الكفاءات بادارة الملف الاقتصادي وهيمنة القرار السياسي والميليشياوي عليه منبهين الى ان الاقتراض المطروح لن يساعد في حل المشكلة لا سيما ان القروض القادمة استهلاكية وليست تشغيلية ويبقى الحل الاخير المتبقي لدى حكومة الكاظمي هو ارتفاع اسعار النفط لكنه ايضا ليس بالحل الامثل تزامنا مع تقرير لموقع اويل برايس الامريكي يكشف عن اشتداد الحرب النفطية بين اعضاء منظمة اوبك والتهديد بحرب اسعار لا هوادة فيها سيكون العراق بالتأكيد احد اكبر الخاسرين فيها